بعد احتلال الولايات المتحدة العراق في عام 2003 استغلت طهران هذا الوضع ومدت نفوذها بقوة إلى الداخل العراقي حتى أصبحت هي اللاعب الأبرز على الساحة العراقية ربما أكثر من الدور الأمريكي ذاته أحيانا لم يؤدي الغزو الأمريكي للعراق فقط إلى إسقاط نظام الحكم فيه بل أدى إلى إسقاط الدولة العراقية برمتها ومؤسسات الحكم فيها بشكل كامل تقريبا أعطى هذا الانهيار المؤسساتي الفرصة لإيران في التدخل والتأثير بحيث تضمن على أقل تقدير عدم مجيء حكم معادل لها إذا لم تستطع إيجاد حكم موالن تدخلت إيران بثقلها في العراق واستخدمت أهم وأخطر أدواتها فيه وهي ميليشياتها الطائفية المسلحة أصبحت إيران بالإضافة إلى الولايات المتحدة اللاعب الأساس في العملية الانتخابية بحيث استطاعت إجبار واشنطن على التباحث بشأن حاضر ومستقبل العراق طار الإيرانيون فرحا بالطريقة التي اتبعها الأمريكيون في ترسيخ المحاصصة الطائفية والعرقية بين أحزاب العملية السياسية في نظام الحكم الجديد فالحاكم الأمريكي للعراق المحتل بول برايمر أنشأ مجلس الحكم الانتقالي في حزيران عام 2003 الذي جاء مجلسا طائفيا ذا صبغة شيعية بالدرجة الأساس تلقفت إيران هذه التطورات فدعمت الحكومات الطائفية وسارعت بالاعتراف بها وتوطيد العلاقات معها وهو ما أعطى لطهران موطئ قدم في العراق الجديد في كل الحكومات التالية إذ عملت على ترسيخ القاعدة التي بدأتها الولايات المتحدة بتعزيز النهج الطائفي في اقتسام السلطة وذلك من خلال قيامها بجهود واسعة في إزالة الخلافات العالقة بين التيارات الشيعية المتصارعة استكملت إيران تنفيذ استراتيجيتها في العراق من خلال محاولة التحكم في العملية الانتخابية عن طريق حلفائها من الأحزاب والميليشيات وفرق الموت الطائفية وتواصل الدوران الأمريكي والإيراني في التعاون لتشكيل كل حكومات عراق ما بعد العام 2003